منارة علم خرج الإمام محمد بن سعود من داره إلى السوق لتفقد أحوال الناس وبينما هو يسير بين الناس شاهد صبيا واقفا قرب حلقة الدرس استغرب الإمام حال الصبي فلم يكن جالسا مع البقية بل كان يسمع من بعيد وازداد عجبه حين رآه مرة أخرى قرب مجلس العلم انتظر الإمام حتى نهاية المجلس لمعرفة سر هذا الصبي لكن الصبي اختفى فقد أتى صاحب العمل ليأخذه وظل غائبا أياما لم يره أحد وفي يوم من الأيام استقبل الإمام الفتيان المتميزين في الدرس ليكافئهم على اجتهادهم وعندها كانت المفاجأة فقد كان الصبي واقفا بعيدا فأشار الإمام إليه وسأله عن قصته قال الصبي للإمام أريد أن أتعلم القراءة والكتابة والحساب عرف الإمام أن الصبي يتيم وقد احتاج إلى أن يعمل لكي يساعد أسرته لذلك لم يستطع أن يتابع الدروس مثل بقية الفتيان التزم الإمام محمد بن سعود أن يطعم أسرة الصبي ويكسوها ليتمكن الصبي من الدراسة والتعلم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر